اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر في هذا النقاش الليلي الذي سنقشه خلاله موضوع دي المباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لعصبة ابطال افريقيا غدا مباراة اختتامية للواك لوداد الامة تماني سنوات من التعلق تماني سنوات متتالية يا اما فنال يا اما نسب نهاية يا اما اللقب الافريقي اللي فزنا به بجوجة المرات للأسف الشديد هذه السنة سنة 2024 تغير الامر الوداد بعد ما كان في المركز الاخير لجولة الماضية ها هو الان في المركز التالي وما صيره ليس بيده ما صيره بما صير وبملعب بطنزانيا دار السلام مباراة غالاكسي والسيمبا امام خمسين الف متفرج امام تجربة جديدة لسيمبا واللي هي تعيين مدرب من شمال افريقيا دون كن الفورق الافريقية بدأت تتأخذ المدربين اللي عندهم حين كان اللي عندهم جربة لان هاد فورق الافريقي الافريقي شكل كان كي يقسم وما الفورق العربية كي يجبون مدرب عربي لأساس باش انه كيعرف الكورة العربية اكتر فاكتر وخير ودليل فاز بكاستحاد افريقي السنة الماضية اذا الوداد قد تغير تربح وتتسنى ملعب دي دار السلام خاص المباراة يمتالي بتاع دول دي السيمبا اولا السيمبا تخسر وتربح الجالاكسي ضم قادية صعيدة بزاف مش مستحيل القورة هذه مش حل من فريق عادي جدا من المنتخب عادي جدا فمباراة يربح لك فريق اللي ما ما كتوقعاش تشي اللي كانت منه وغده ياربي 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 لانه صراحة كيف ما اذكرت تماني سنوات من التألغ تماني سنوات من الوصول الى النهائيات والناس النهائيات للأسف هذا السنة كلام اخر حديث اخر فانتمنوا يا رب ان شاء الله هذا السنة كيف ما اذكرت مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شو تفقد ان شاء الله الوداد تأهل لدوغ الربع وتكون معجزة ان شاء الله لانها غده كل شي كي يقول الوداد باللي مقصية مين عندي واحد امال غير عندي امان ان شاء الله غلاكسي غتفاجئ الجميع وغدا تلعب مباراة كبيرة انتمنوا يا ربي صراحة والله العادي زعمة انا متحصر لان الوداد هذه مده احناك في مدكر 8 سنين متتالية اما فيناليست دومي فينال اولا اولا لاكو فانتمنوا ان شاء الله هات السنة يا ربي ان شاء الله غدت انا اكيد الاد اهلات الوداد غد اللقاب الاد اهلات الوداد غد اللقاب لانا تشكيلها رجعت لعابة في موسى والعالد فانتمنوا يا رب ان شاء الله غدت الكورة تنصفنا في طنزانيا بإذن الله يا ايدي المشاهدين يا كرام الامور واضحة خصنا انتصروا والماش دي السيمبا بحالة غالاكسية اما التعادل اما الهزيمة للسيمبا ما كينشي حل ثالث من غير هات جوجة العلون ما غاديش نطور عليكم غدا الماش هات جوجهم مع الخمسة واحد في دار السنة في طنزانيا امام خمس اناس متفرج واحد في مراكش في ملعب الكبير امام تقريبا واحد العشرين الاف اللي غدا تمشي ديال الجمهور من كازا دمتم في رعاية الله تصبحون على الف خير قلوبنا مع رواك الى اللقاء